بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه هذه الحلقة نتكلم فيها عن حال نبي الله يوسف عليه السلام وكيف تكلم مع ربه وكيف حكى الله عنه في صورته التي سميت باسمه كيف حكى الله عنه أخلاقه قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبي الله يوسف إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون كيف عبر نبي الله يوسف عليه السلام بالأدب مع الله سبحانه وتعالى كيف قال وحكى عن الله إنه ربي أحسن مثواي عبر عن الله سبحانه وتعالى بأن الله أحسن معه في أخلاقه في قيمه في حياته لم يستعرض ألمحا التي وقعت معه لم يستعرض ما فعله معه إخوته لم يستعرض كل مشقات الحياة لكنه قال ربي أحسن مثواي وفي نهاية الصورة يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ويقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وقد أحسن بي انظر إلى هذا التعبير وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قصة نبي الله يوسف فيها مزيد من المشقة ومن العناء لكنه دائما ينظر إلى إحسان الله إليه ويتأدب في الحديث مع الله ويتأدب في الحديث عن الله كما حكى الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه إبراهيم حين قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين ثم عدل عن الخطاب فقال وإذا مردت فهو يشفين لم يقل والذي يمرضني لأن هذا لا يليق في حق الله فينبغي أن يراقب العبد لسانه وهو يتكلم عن ربه وهو يتكلم مع ربه ينبغي أن يرى إحسان الله إليه ينبغي أن يحسن التعبير عن نعم الله التي أسداها عليه فما من عبد إلا ونعم الله سابغة عليه ينبغي أن يحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ويحسن التعبير عن نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها كيف يستطيع العبد أن يتكلم مع ربه حسن الأدب حسن السناء على الله سبحانه وتعالى علمنا الشرع الشريف أن نحسن التعبير عن نعم الله وأن نحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله فهو الذي رزقنا وهو الذي خلقنا وهو الذي كفانا وهو الذي آوانا وهو الذي أطعمنا وسقانا وهو الذي يسدي إلينا كل معروف وكلما كان العبد مؤدبا في التعبير عن نعم الله مثنيا على فضل الله عليه كلما كان أقرب إلى ربه كلما كان أحب إلى ربه كلما كان أقرب إلى استجابة دعائه وتحقق رجائه حسن الأدب مع الله حسن الأدب في التعبير عن نعم الله سبحانه وتعالى ما أعظمه من أدب وما أفضله من سلوك حين يستطيع العبد أن يثني على ربه وأن يعبر عن إحسان الله له بأجمل العبارات فيكون قد التزم الأدب مع الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب معه وأن يرزقنا شكر نعمته وأن يرزقنا الخير كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر